الوالدة ماتيلدا رحمها الله يعني كان لها الفضل الكبير في توجيهك وسقل موهبتك ودعمك من الناحية المعنوية يعني على الأقل كثيرا هذه الأم لها الفضل الأول والأخير بالحقيقة على ما أنت عليه اليوم وعلى ما كنت وصلت لعندك لو من أمي على البرناد أنا كنت خبت على الطاولات والطناجر والصحون وضجوا بالبيت من هذا الإزعاج فأمي اكتشفت شيء ما في صبيعي وقالت له لوالدي أنه خلينا نجيب له آلي موسيقية لهذا الصبي ووالدي اكتشفت تلك الموهبة يعني يعني هي بلحظتها شافت إشياء ما بعرف شو شافت هذه الأم وهي كانت سعيدة بذلك طبعا وهي حرضت والدي على أن يشتري لعود وجابوا ليعود من الشام بعد ما تذكر وكان هو سمنه رخيص لأنه ممكن كان كمنجم بركي ممكن كان آل تاني قانون من أسواق الشام القديمة ربما من سوق الحميدية من سوق الحميدية نعم واللي جاب ليين شخص لا يفقه بالموسيقى ما بعرف شيء قال له بتروع على السوق الحميدية بتجيبوا للعود نعم وعندما وصل العود إلى البيت عملنا سهرة كان حدث كبير ما كنت أعرف دوزن ولا شيء عملنا دقينا على العود بطريقة مذهلة ليلة ما كان فيه آلات تشجيل نسجل أمي كان لها الدور الأكبر ولكن أمي ماتت قبل الأغنية وماتت قبل الموسيقى وماتت قبل القصيدة لم تستمع إلى أي شيء عملته ترجمة نانسي قنقر